السؤال الثاني من الرسالة القومية نفسها كثر الكلام والجدال في هذه السنة ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري حول الغلو والغلات بسبب استفتاء صدر عن مكتب السيد السيستاني بتأريخ ثمانية صفر ألف أربعمية وخمسة وأربعين هجري بحيث صار الخطيب الحسيني من أصحاب العقيدة السليمة متهما ويبعد عنه الناس بسبب طرحه لمضامين حديث العترة الطاهرة وماذا تتوقع من السيستاني والسيستانيين هذا هو الذي يحسنون فعله بحيث صار الخطيب الحسيني من أصحاب العقيدة السليمة متهما ويبعد عنه الناس بسبب طرحه لمضامين حديث العترة الطاهرة وقد انتفع بعض الخطباء سابقا من حلقات الغلو والغلات ضمن برنامج الكتاب الناطق وهو برنامج الذي قدمته في سنوات سابقة عبر شاشة القمر وقد انتفع بعض الخطباء سابقا من حلقات الغلو والغلات ضمن برنامج الكتاب الناطق لكن هناك حاجة ملحة وللمناسبة المشار إليها آنفا أن تبين الضابطة العقائدية بشكل مختصر للغلو والتقصير جزاكم الله تعالى خيرا ورعاكم بقيته الأعظم السائل يريد ضابطة عقائدية لا أبالي بهراء السيستاني وماذا قال وماذا أفتى هراء طهسي لا قيمة له بموازين دين العترة الطاهرة فسائل يريد ضابطة عقائدية بشكل مختصر للغلو والتقصير لن أطيل عليك الكلام يا أبا باقر وأقولها لك صريحة سأعطيك قاعدة هي هي تستطيع من خلالها أن تشخص معاني الغلو ومعاني التقصير نص عن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لا هو هراء السيستاني ولا هراء السفياني إنه كلام إمام زماننا قطعا هذا الكلام بحسب السيستاني ضعيف السنة ألا لحنة على أسانيدهم ألا لحنة على علم قذاراتهم علم رجالهم في دعاء شهر رجب الدعاء المروي عن الناحية المقدسة عن إمام زماننا والذي يقرأ في أيام شهر رجب وقد جاء فيه هذا التعبير المهدوي الفاطمي العلوي الواضح البين الصريح لا فرق بينك وبينها لا فرق بينك يا الله وبين حقائق محمد وآل محمد إلا أنهم عبادك وخلقك من تجاوز هذا فهو الغلو ومن قل عن هذا فهو التقصير قاعدة خذها إليك خذها إليك قاعدة مهدوية قاطعة صارمة من تجاوز من تجاوز هذا وزاد عليه فهو الغلو ومن انتقص من هذا وقلل منه فهو التقصير عبارة واضحة لا أنا الذي أنشأتها ولا أبي ولا جدي ولا عمي ولا خالي هذه عبارة من إمام زمانك من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية هذا كلام رسول الله وهذا كلام إمامنا الصادق صلى الله على رسول الله وآل رسول الله إذن هذه القاعدة هذه القاعدة هي أرقى وأسمى وأغلى وأعلى من أن أصفها بالقاعدة الذهبية ماذا أقول عنها هل هي القاعدة الألماسية هي أرقى من ذلك هذه القاعدة المهدوية القاعدة المهدوية في بيان معنى الغلو والتقصير لا فرق بينك وبينها بينك وبين حقائق آل محمد لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك من زاد عليها فهو المغالي ومن أنقص منها شيئا ولو كان قليلا فهو المقصر أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا